بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة او في الفيديو دوا انا عايز اتكلم عن اللي هو الاربع حالات بتوع اف مع بعض طبعا احنا كان عندنا الحالة الصفرية كنا بنقول ان اف بتاخد بريزن سيمبل بريزن سيمبل وقلنا ان الحالة الصفرية بتتعامل مع الحقائق العلمية الثابتة او الجمل التي ليس فيها شك يعني نتيجة الشيء معروفة قبل ما اعملها تمام فبناخد اف بريزن سيمبل هو المضارعة البسيط والمضارعة البسيط نيجي على الحالة الاولى قلنا الحالة الاولى هي نفس استخدامات زمن المستقبل البسيط تماما الحالة التانية بتتكلم عن استحالة حدوث الشيء في الوقت الحاضر او المستقبل اما الحالة التالتة فهي بتتحدث عن الندم او استحالة حدوث الشيء وكان فيه شيء في الماضي وانا بندم عليه او بتكلم عنه او بشكو من شيء ما حصلش دلوقتي نشوف قدامنا بقول لي طبعا في عندي يبقى ده مستقبل يبقى على طول عندي اهو مضرع بسيط يبقى هاخد والمصدر برضو الجملة اللي بعدها نفسك ثلاثة واربعة حالة ثالثة هنا بيقول لي بيراجع على الحالة الاولى يبقى هنا اخد ايه انا عندي يبقى هقول ايه يبقى اخد ايه يبقى ايه يبقى ايه لان ده الحالة الاولى اذا انا عندي يبقى هنا هاخد ايه قبل ايه القملة منفية يبقى طيب خلي بالك ان يبقى يبقى ده كأنه بالضبط بيراجع على الحالة الاولى اللي هي بتكلم عن ايه عن المضارع مع والمصدر عندي بالنسبة هنا مديني مجموعة جمل هاختار الجملة اللي تمشي مع الجملة في المعنى يعني هاخد واحد هاختار من ايه لحد الاتش مع واحد ايه اللي يمشي مع الجملة وبعدين ارتب ايه الزمن يعني هنحل مثلا الجملة الاولى دي الحالة كام على طول الطالب الذكي الناصح الشاطر هيقولي دي الحالة التالتة يبقى هناخد لو بصينا على الجملة تحت يبقى نقول تمام عشان عندي موضي تام يبقى دي ايه الحالة التانية لو ما كنتش صاحبي العزيز قوي يبقى ايه يبقى اتنين معها ايه واحد معها ايه وغيرنا الازمنة عندي هنا بيقولي حط الفعل في الشكل الصحيح وهنا طبعا ما عنديش حالة ثابتة هبص على الازمنة اللي عندي حتى لو انا مش عارف الجملة ومش عارف هترجم انا عندي اف وعندي هنا قلنا الامر او الناه يبقى ده مضرع بسيط مضرع بسيط يبقى اف يو فايند فايند هتنزل زي ما هي لان انا عندي ناحية التانية فيه دونت منشن او منشن او دونت تيل او تيل اف يو باس يبقى هنا باس تصريف اول يبقى وي ايه if you pass your examination we will have a celebration لو نجحت هنعمل حفلة what happen if you if i press the red button ده السؤال خلي بالك يبقى what will happen if i press the red button يبقى على حسب زمن الجملة هنا في جملتين الجملة رقم واحد i would be يبقى على طول الولد الشاطر يقولي دي الحالة التانية على طول would والمصدر يبقى هناخد مين agree ولا agrees ولا agreed agreed التانية if you go يبقى هناخد ايه don't forget عشان دي الحالة الاولى هنا تمرين جميل قوي بديني دليل على الزمن اللي هستخدمه بيقولي i don't think she's worried about us ما اعتقدش ان هي الان عشان لو كانت الانة كانت رنت خلي بالحضرتك بقى يبقى if she were الله استاذ انت اخدت وير مع شي اه الحالة التانية ممكن اخد وير عادي مع الفاعل المفرد if she were او if she was worried she هتبقى would phone طيب would have مع هذا والتصريف الثالث هنا الحالة التانية وبيقولي بقى اكون انت قوما من عندك if i were rich اقول ايه i would live in a palace هعيش في قصر if i were prime minister لو انا رئيس الوزراء i would help the people if i had a yakt الي يخت طبعا لو احنا عارفينه في البحر يخت في البحر كبير يبقى i would travel by sea if i had two lives سبحان الله هتعمل يفكر انت بقى لو عندك روحين او حياتين if i met my idol if i found a treasure map يبقى دي كلها انا هسيبها لكنت تفكر فيها دي الحالة التانية اللي هو التصريف التاني هناخد وود والمصدر يبقى الاربع حالات نرجعهم تاني نعرف استخدامتهم علشان ما نطلخ بطش في اي امتحان يعد علينا في حالة هنا بيقول invent if he had taken my advice اللي دي الحالة التالتة يبقى if he had taken my advice he would have passed the test if you ate less you would be fitter if we leave before breakfast مثلا we will catch the bus خلاص رقم واحد دي الحالة التالتة اتنين دي الحالة التانية تلاتة دي الحالة الاولى if the volcano starts erupting لو بدأ البركان بقى بالإي بالانفقار إلا يحصل that change أو the climate it changes المنخة يتغير عشان دي حقيقة كونية أو حقيقة علمية see you soon and good bye